موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه المساحة الحوارية أثارت القوانين الانتخابية جدلا بالمشهد السياسي وهدمت ثقة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة وبعد تصعيد وتخفيض بينهما وتدخل البعتة الأممية تحذيرا وتنبيها أعلن مجلس النواب حالة ملاحظاته الأخيرة إلى لجنة الستة تمهيدا لإصدارها وبينما يواصل المجلسان محاولة رسم خارطة المسار السياسي وفي ظل المتغيرات الأخيرة المفاجئة هل نتوقع انفراجة تذهب بالفرقاء إلى الانتخابات أم أن دوامة القوانين ستبتلع أي مساعد لذلك وإذا ما استمر التعطيل وانبثق خلاف آخر كيف يؤثر ذلك على المشهد السياسي لإجابة على هذه الأسئلة أرحب بضيوف الكرام سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مصرات المحلل السياسي فيسر الشريف وعبر الهاتف من بنغازي عضو مجلس النواب إبراهيم لدرسي وعبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي أيضا الكاتب والمحلل السياسي أحمد التهامي أرحب بكم ضيوفي جميعا أبدأ أولا معك سيد إبراهيم إدرسي أهلا وسهلا بك في هذه المساحة الحوارية حيك الله أخي محمد مساك سعيد والتحيي موصولة لبنوفك الكرام ولمتابعي برنامجك في كافة الوطن العزيز السيد إبراهيم أبدأ معك يعني من نقطة أن قوانين 6 زائد 6 من المفترض أن تكون نافذة ونهائية وذلك وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب لماذا أعيد مرة أخرى تحت قبة البرلمان لإبداء الملاحظات عليه با أخي محمد طبعا أنت تعرف أن دائما من فرع جزء من الأصل ولا يمكن أن يكون لجنة مباطقة من مجلس النواب أن تستعود على كل شيء من القوانين وخاصة أن نتحدث عن القوانين يعني مصيرية قد يجالب التوفير بعض أعضاء المجلس قد يحدث يعني بعض المسيين أو بعض الضغوطات خاصة نعلم أن المدة كانت قصيرة في الخيرات وفي داخل ليبيا لنقاش حول هذه القوانين طبعا أنت تعرف دائما أن كما يقول مثل الفرنسي شكرا دائما لك من التفاصيل بعض التفاصيل حتى ما تحتاري باع لجنة 6 زائد 6 أنفسهم يعني هكي لجنة 6 مجلس النواب حتى ما تعليم أن يرجعوا إلى البرلمان وليقوبة البرلمان لأنهم يعني يريدون أن تكون العملية تضامنية وهو مش عيب يعني ولو أولا مثلا يعني خطيئة كبيرة يعني في المشكلة هذه لجنة تطمع مجلس النواب ولجنة أخرى تطمع مجلس الدولة كله يرجع لقوانين لنقاش والزيادة ونحن دائما في جميع العراف الدولية وما فيش مشكلة ولا أعتقد أن الإشكرية لا تكمن هنا لربما أستاذ إبراهيم واسمح لي الإشكرية تكمن في أن المجلس المخول إليه بوضع القوانين وإصدار التشريعات الممثل للدولة الليبية فيما يتعلق بالسلطة التشريعية يقوم بإصدار شيء ويخالفه وهناك من يتهمكم بأن بأنكم تناورون ولربما تناقضون ما تؤكدون عليه في وقت سابق بناء على مصلحة المجلس وهنا تكمن الخطورة أستاذ إبراهيم في عدم احترامكم أنتم الجسم المختص بإنتاج القوانين عدم احترامكم لهذه القوانين سيد محمد طبعا أنا أتنام غير صحيح وصدحني أن ربما تراجل تبدير برنامج ستحاول أن تتخرج لدي المعلومات أو أن تضع يدك على الجرح وأن أعبرك بذلك لكن سيد محمد التشارب السابقة علمتنا أن هذه القوانين إذا رفضها بعض الأطراف قد لا تكون نافذة نتذكر قانون رقم واحد أصداره مجلس النواب بين 24 سنة 21 وقالين أنتخاب مجلس النواب ترشح قريب 100 واحد للدولة ترشحه قريب 400 واحد لحقوية مجلس النواب المتوقع في القوانين القادمة أن يعداد هذه الأعداد الأضعاف الأخرى هذه القوانين لا يوجد قانون كامل سيد محمد لا يوجد قانون على وجه الأرض ولا دستور ولا قانون ينفع درجة كمال دائما هناك مثال هناك مداخل وكما قلت الشيطان دائما يجب التفاصيل والتفسيرات وتعددها خاصة أن يدخل عليها القانونين ودخلوا عليها الأطراف التي بر بعض المقاط أن ينتقف من حقها أو تعمل شخصية دون أخرى تجربة لأننا دلنا قوانين لكن هذه القوانين رفضت وكما قلت دائما على شاشة كان الشعب الليبي استفتاغ مباشر أكد على هذه القوانين وأنه يقبل عندما اتنم أكثر من 2.8 مليون ألف مواطن الليبي لتقاطي الانتخابات لو كانت هذه القوانين تعيب وفيها مشكلة لأن رفض الشعب الليبي وصعب السلطة كما يعلم الآن تحكم علينا الوضع الحالي أننا دخلنا في اتفاقات جديدة ونبعث أمم جديد ونفض ما كانت سبعا والبعثة السابقة وأراد أن يجمع شكاة هذا الوطن وهذه الأجتام المتخاصمة أو كان إلى مجلس النواب حتى في اتفاق سيد محمد ومجلس النواب هو صاحب الحق الأصير في الزر التشريعات حتى في اتفاق جنيه في لذراعته والبعثة الأممية عندما أثلت القوانين التخابية إلى مجلس النواب دون غير وانتشار لمن قريب ولما بعيد إلى مجلس الدولة رفضت تلك القوانين ورأينا صوراتيقات ورأينا أن رفض بهذه القوانين عندما ملع المتاشحون بأسماعهم ذلك وفلان وفلان منهم من الترش وتعرف أن المؤسسات مفيدة في العاصمة وأن المطلع هباس العاصمة الملك وقيمة صوراتيقات خيام وحفلات الشواء والأدقان الشواء يتخلل لها ولكن مبتغرفين الذين قال عنهم السيد عمد السيح أنها قوة طاهرة قسمة قوة طاهرة غربية رفض ترشح سيف الإسلام من قنزافي ونحن نعلم أنه معسكة الغربية في ذلك يقولوا نحن نطيع نباتة نجيبه هو يحسر في حار الأمم العالم وأيضا يزعم أن روسيا تتعلم سيف الإسلام لكن معلوم من حاصر محكمة سبا أنت تعلم ذلك سيد إبراهيم إدريسي يا سيد محمد كل هذا لما قلت لك أنا الحاصمة هي مصدر لكل شي لم تؤثر لحاصمة فيها كيسادها حاصل مشاكل صح لكن مترشح سيفريس لابد حاصل على فقم وضائي وبدأ في حملات الانتخابية لكن عند رأس محمد طيب هي العاصمة المفوضية على الانتخابات بدأت في الشروع إعداد الانتخابات وبدأنا نحن نعود لكل ذلك تفجأ أنا بتكسر أدقات وذلك والأشخاص في حاصلون المفوضية ومنعوا الموظفين في المفوضية لسناف عملهم يعني مجلس المواب ما عليه شنه مجلس المواب يشرع للعملية الانتخابية والقوانين اسمح لي اسمح لي أنا أتحول لضيفي أستاذ إبراهيم وتفضل بالبقاء معي أتحول لضيفي السيد أحمد التهامي من بغازي أستاذ أحمد أهلا بك يعني هل ما تزال نقطة الجنسية والتنازل عنها فضلا عن ترشح العسكريين هي النقطتين المثيرتين للجدل وبالتالي نحن بصدد إفشال العملية الانتخابية مرة أخرى أهلا بك أستاذ محمد بالأخوة المشاهدين أهلا بك هو لنفترض أن مجلس النواب لم يضع ملاحظات إضافية على شغل لجنة 6 زيد 6 هل سنستطيع غدا لو أصدر مجلس النواب هذه القوانين هل سنستطيع غدا أن نمضي إلى انتخابات الحقيقة أننا لا نستطيع لأن فيه طرف اللي هو الدبيبة وهذا الدبيبة قال أنا لن أرضى بأي انتخابات إلا اللي أنا نشرف عليها وأنا لندير قانونها وأنا لنحدد من يخش فيه فنحن عندنا مشكلة قائمة مهما كان وضع لجنة 6 زيد 6 أو قوانين لجنة 6 زيد 6 المعضلة حكا عليها المبعوث الدولي في آخر إحاطة لمجلس الأمن قال فيه أربع نقاط في ليبيا شكل مشكلة لأنها تزامن الرئاسيات مع البرلمانيات ومشكلة الجنسية والعسكريين وعمما بالنسبة لستة زيد ستة مشكلة الجنسية تحولت إلى جملة من الإجراءات معاش هي نفسها المشكلة الأولى أصبح وين يقدم الطعن في أول جولة أو في ثاني جولة أو ما يقدمش التفاصيل هي تفاصيل قانونية يمكن تشكيل لجنة للانتفاق عليه لكن حتى لو أصدر مجلس النواب القوانين اليوم فلن تحدث الانتخابات في الغد لأنه ما زال في مشكلة أخرى هل دبيبة هو من أفشر الانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر السابقة والله هذا واحد بالتصريحات هذا أني قالت السفيرة الإنجليزية أنا شخصيا ما عنديش فعلومات يعني إذا هو أفسد أو لم يفسد لكن إذا كان ما نبوش نفتش في نوايا الناس ونبوش نشوف الأشياء الظاهرة فقط فنعم في مجموعة سمت نفسها الطوار وهاجمت المفوضية في طرابلس ودارت حفلة شوابر بيكيو في صحن المفوضية هذه علنية هذه لم تكن سرا ودارت بيان وكان الأمر علني جدا يعني وهذه هي القوة القاهرة القوة القاهرة تمثلت سيد فيسر الشريف في محاصرة المفوضية مقرها الرئيس في العاصمة طرابلس من قبل مجموعة وصفهم السيد التهامي مثلا بالتوار الآن أقاموا حفلة شواء ومنعوا المفوضية من أن تمضي قدما في إنجاز العملية الانتخابية حتى لو أصدر مجلس النواب القوانين ومرت هل سيسمح بها عبد الحميد البيبة هل ستسمح بها حكومة الوحدة الوطنية لماذا دائما ما يستخدم الطرف المناوئ اليوم لسلطة القوة العسكرية والسلطة الممثلة في مجلس النواب ببرغا لماذا يصر على وضع خليفة حفتر كشماعة في مسئلة الجنسية والرتبة العسكرية فضلا عن الواجهة السياسية ممثلة في مجلس النواب مساء الخير محمد لك ولضيفيك ومشاهديك الأكارم أهلا بك شوف يا محمد نحن إلى هذه اللحظة لم نتفق ولن نتفق حتى حول توصيف المرحلة السابقة وعن جملة من الإشكاليات التي تخللت تلك المرحلة فالحديث على أن القوة القاهرة التي جاء عماد السايح أمام مجلس النواب وتحدث على أنها تتمتل في عدة محاور منها أحكام المحكمة أحكام المحاكمة أو لجان الطعون وكذلك ما يتعلق بالإشكالية في القوانين في حد ذاتها وكذلك لا يمكن أن ننسى أو نغفل المراسلة وتوقيع مجموعة من النواب التي وجهت إلى عماد السايح وطالبته وحملته المسؤولية بأن عليه أن يوقف يعني نشر القائمة النهائية للمترشحين في ما يتعلق بمنصب الرئيس هذه كلها لا علاقة لها لا بحفل شواء ولا بمحاصرة مفوضية أو مقر مفوضية أو غيره من تلك المظاهرات لها علاقة بماذا؟ وهناك دائما والتعبيرات عن هذه لها علاقة بأن بالفعل هناك فيتو قد ورد لي إلى السايح وهناك مراسلة واضحة اليوم محاولة اليوم يعني تعليق فشل الانتخابات على شماعة أن هناك عشر ولا خمسطاش تظاهروا في المفوضية وأن بالتالي هي أصبحت القوى القاهرة لماذا لم يردها يعني السايح أمام مجلس النواب عندما جاء للمساءلة حول القوى القاهرة وقد عددها ولم يعدد من ضمنها أن هناك متظاهرين منعوه أو منعوا المفوضية وبالتالي كل هذا مسجل وموتق لا يمكن اليوم أن نرمي الآخرين بهذه الفرية ثم يعني الحديث عن استلام استلام البطاقات الانتخابية على أنه يعد وكأنه الاستشهاد به على أنه يعني هذا دليل على أن الليبيين يوافقون على هذه الانتخابات لا يعني تسليم البطاقات الانتخابية هذا عمل إداري فني تقوم به المفوضية تقوم به حتى بمعزل عن وجود تشريعات أو غيره في فتح باب التسجيل والقيودات وغيره من هذه الأمور كذلك يعني أن مجلس النواب هو المختص أو الذي يختص في هذه المرحلة وأن لديه هو السيادة المطلقة فيما يتعلق بالتشريعات المرحلية وأنا أقول هنا المرحلية لماذا؟ لأن حتى الحكم في الدائرة الدستورية فيما يتعلق في نقض أو اعتبار القانون رقم خمسة بشأن تشكيل المحكمة الدستورية العليا باطل أسس على أن مجلس النواب هذا تأسيس من من يعني سلطة المحكمة الدائرة الدستورية أن مجلس النواب مناط به إصدار تشريعات مرحلية تعنى بطبيعة المرحلة بوصفه جسماً انتقالياً مرحلياً من عام ونصف يجب أن تمدد باستفتاء اليوم نحن أمام عشر سنين وبالتالي لا يجوز له اليوم أن يحتكر هذه السلطة المطلقة لأن هناك طرف آخر من أطراف الصراع هو غرفة تانية يشاركه بموجب الاتفاق السياسي وإذا قال لا يشاركني سأقول له لماذا اعتمدتم التعديل الحادي عشر الذي بموجبه دسترتم الاتفاق السياسي وجملة أحكامه تقول أن المجلس الأعلى للدولة شريك في إصدار هذه القوانين المرحلية منها قانون الاستبتاع على مشروع الدستور قاموا بتشكيل لجنة 6 زائد 6 سيد فيصل هم اليوم بالتشارك والتوافق مع الأعلى للدولة أنتجوا هذه القوانين قوانين 6 زائد 6 وشكلوا اللي جان لها والآن أيضاً يعودون لإبداء بعض الملاحظات عليها وبالتالي لماذا تتحدث على عدم إشراك الأعلى للدولة والتحكم بشكل مطلق من قبل مجلس النواب بشكل منفرد لا شوفي محمد الشواهد كثيرة أنت اليوم حتى مسألة حتى مسألة يعني أنت لست أمام برلماناً يحترم ما ينجزه بيده أنت تخيل أن هذا البرلمان صنع تعديلاً دستورياً ثالث عشر صنعه بيده وقال أن هذا تعديل وأخطر ما يمكن أن يجرى يعني على مستوى مؤسساتي هو إصدار تعديلات دستورية على مشروع الدستور أنت أصدرت تعديل دستوري سميته ثالث عشر ومن ضمن هذه النصوص الدستورية الواردة في هذا التعديل الدستوري كما أشرت يا محمد أنت هو المادة ثلاثين المادة ثلاثين فقرة ألف أو فقرة با عندما تحدثت على أن فقرة با عندما تحدثت على أن الأعمال التي تقوم بها لجنة ستة زائد ستة هي ما يصدر عنها نهائي ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل فيه بأي شكل من الأشكال أنت أصدرت هذا النص وأصدرت هذا التعديل الدستوري عندما تأتي أنت لتخالف تعديلك الدستوري وتنتهكه بأي حجة كانت هذا لا يعطيني اطمئنانا بأنني سأأتمنك في قابل الأيام على مستقبل العملية الانتخابية برمتها وضحت تماما سيد إبراهيم الدرسي ما الذي ناقشتموه اليوم تحت قبة البرلمان وأبرز الملاحظات على ما خلصت إليه لجنة ستة زائد ستة لذلك محمد داري عبد على موضة سيد خيصر الشريف الذي ينتفق عني قول المثل العربي أمثل بداية مش ملزة منها يقول من هي طوى القائمة لنظارة التلفزيون يعني ونفس كلها شفتها هم رفضوا أغلقوا أبواب المفوضية العلوية الانتخابات ومنعوا الموظفين بنا فيه من سيدة مدد من الدخول هذا شفوه اللي بين كلهم وأمامهم على ششات التلفزيون ويعدين تسجيلات وتهديدات بغلاء أبواب المفوضية العلوية الانتخابات هذه سيدة منظر الشريف مجلس النواب جيش التشريعي فيه أكثر من مئة نائب المطقة الغربية لغلية ترابس وفيه ثمانية ثلاثين نائب من أخليف الزي وفي الباقين وستين اللي توا في ريب نص الموت واللي استقال ومن بردة أما يرحم المئتين وهذا مجلس التشريعي يعطي كل مرحلة لا تستنزيمه من طوائل وتعديلات اتفاق الصخيرات قال أن مجلس الدولة مجلس الدولة الاستشاري الأعلى أعلى شئة تشارية يتشير مجلس النواب في عدة نقاط في الميزانية في كده والأخير إلى آخرين اتفاق أن جنيف الأخير اللي البطر قلنا مجلس الرئاسي براسة سيد محمد المفي والحكومة الوطنية براسة سيد عبد الحميد بيبك أعطى الحق الأصيل والكامل لمجلس النواب للجار التشريعات والطوانين الرد لأقص سيد محمد وسيد فيفل مغالطات كثيرة بشريقة أنا نتيك كثير منها أن قال والله قدرت تعديل الدستور الثلاث عشر وقلت أن قرارات اللزنة سيد محمد لم تصدر قرارها لم تقول أننا اتفقنا على كذا عادوا إلى قواعد من التشاور شو مشكلة يعني عدنا عادوا إلى قواعد من التشاور ونغيرنا المشكلة فيش أستاذ محمد لا لا اسمح لي اسمح لي سيد إبراهيم اسمح لي أن أنقل لك بيان لجنة ستة زائد ستة أكدت صحة وسلامة الاتفاق على مشروع سياغة القوانين الانتخابية بالتوقيع والتصويت عليها بالإجماع وهذا ليس بيانا نصيا بل بيان متلفز ومرئي اسمح لي اسمح لي اسمح لي أن خلاصة التعديل التلتاش استند للإعلان الدستوري أو خلاصة القوانين التي أقرت من قبل لجنة ستة زائد ستة استندت إلى الإعلان الدستوري وتعديله الثالث عشر وما توصلت إليه اللجنة يعد نهائيا وملزما لمجلس النواب لإصداره دون أي تعديل هذا بيان لجنة ستة زائد ستة وهو يناقض كلامك سيد إبراهيم عندما يقول لك نهائي وملزم نهائي وملزم اللفظة اللفظة من حيث المفردة واضحة أستاذ إبراهيم سيد عم دعني أجيبك فضل البيان والقارات والاتفاقات تصبح نافذة بعد أن يعلن عنها كان الاتفاق أن يأتي رئيس مجلس الدولة سابق سيد خالد المصري ورئيس مجلس النواب السيد عقيل صالح للإعلان النهائي عن اتفاق المغرب الجريدة ستة زي ستة حصلت تشكيليات لمجلس الدولة ومجلس النواب أننا نحن اتفاقنا عن الاتفاق لأننا في نقاط لا يمكن التراجع عنها ومن العصر حتى بالدستور في حاجات في مواد محصنة نستاذ حتى نغيرها ما تقدرش تغيرها حتى في نقانة كنت في حاجات يبقى تحذفن يقول لكم لا نستحذفن هذين بعدات ففي أمور ثابتة شيخ محمد دكتور سيد محمد نقاط لاتفاق النقاط الخلافية الكبيرة أكدنا عنها وحنجاوبك عن سؤال متاعف ما قصنا اليوم من دينا متارات الشعب للرئاسة تحطر أي ستعيب المية يقول لك لا لازم الجولة الثانية سأي وقع هذا توصيد طريب طيب رضوان رئيس الدولة التركية كيف نجح بكم عدد الأصوات في الجولة هنا لا يوجد الجدار كذا وكذا في الجولة الثانية ممكن فرق واحد ونصة وأقل من ذلك سيد عمل الجمغراطية الجمغراطية هي حكم الأغلبية ولو واحد في المية كيف بدأت جير يقول لي وقال لي تعطر في سعية في المية ضروري يعاوز ألوح بخم أنه تعطر في المية وأرس في المية وثلاثة في المية مرات إنه كان خبز ستة وحدين ما واحد عصر واحد واحد عصر اثنين نقاط نحن نقصنا ونقصنا طيب اسمح لي سيد إبراهيم اسمح لي اسمح لي لا لا سيد إبراهيم رجاء في النقطة التي أشرت عليها حضرتك وقاعة لبيان كنت رقم واحد وستين وهذا البيان عده الكثير من المتابعين والمراقبين بأنه سبب إيقاف الانتخابات بحسب تصريحات رسمية نشرت لرئيس المفوضية سيد عماد السايح طلبتم في هذا البيان بشكل واضح بإيقاف الانتخابات بإعطاء التعليمات المفوضية العليا للانتخابات بعدم نشر القائمة النهائية للمترشحين وذلك بسبب عدم فهم القضاء الليبي لنصوص القوانين التي قمت بإنتاجها سيد إبراهيم الدرسي والبيان أيضا قام بالتطرق للمؤسسة القضائية هذا البيان نشر في تاريخ الرابع من ديسمبر الماضي 2021 وبالتالي أنتم أيضا متهمون بعقرة الانتخابات وبإيقاف المفوضية سيد محمد السيد عماد السيح دا كانت تستضيقها وجميع ما طلبه مع عماد السيح من مجلس النواب أقولك ممكن أكثر من خمس مرات عودة بهاب عودة في طبق في ذلك الوقت إلى طلبه نبي تعديل في كذا حاضر نبي كذا حاضر نحن نتفقين نحن مش عنعرقلوه ونحن حاضر نصبه ضده وخرجها للقرب السلام أن السيد عماد السيح وقضى القوانين ونشارهم وبدأ السيد عماد السيح في التقضاء من الملفات المترشحين من الرئاسة ومنلفات المترشحين لمجلس النواب رأينا جميع الشخصية تبقى خليفة حسر عديد الطالع عارف النايض تقدموا وخلاص الساحبين يرسوا بالاتخابات لكن هذا يناقض بيانك السيد إبراهيم الدرسي يناقض بيانك أنتم في بيانكم تحددتم بأنكم تتابعون وبقلق شديد التطورات السلبية للعملية الانتخابية بعدم تنفيذ قانون الانتخابات بالالتفاف عليه من قبل المؤسسة القضائية اتهمتم حتى المؤسسة القضائية واتهامكم طال المؤسسة الوطنية العليا أو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبا وترغيبا معرفش يا سيد محمد نحن اتفاق جنيف الأخير عدمنا سلطة التنفيذية لمجهدها المسل والبيبة عاليش نص نص على أن من يكون في رأس سلطة التنفيذية سواء الرئاسي والله الحكومة لا يدوز له أن يترشح الانتقابات الرئاسية القادمة ما لي نقض هذا الانتفاق البيبة وطبع جباب الليبين يقول والله هذا اتفاق عدبي طيب شيء تمنع أستاذ محمد معنش عدبياتك لأن عدك أنت لم تؤمن عدبياتك لأن تؤمن عن ذلك الأمر ينطبق عليكم مع كل احترام سيد إبراهيم الأمر ينطبق عليكم أنت تعرف تماما أستاذ إبراهيم مدرسي وحضرتك يعني كنت مقرئ للقرآن تعلم تماما ما هي إن شاء الله ربي يحظك ما هي نكث العهد ونقض العهود ما تفضل به لتبيبة بشكل شفهي أنت قمت بإقراره بشكل نصي وكتابي وتراجعت عليه سيد إبراهيم مدرسي لا 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 تراجعت عليه اسمح لي لا تراجعت لا تقولنا لا يا سيد إبراهيم يا سيد إبراهيم طيب القوانين القوانين طيب جلال شويهدي جلال شويهدي عز الدين قويرب باقي أعضاء مجلس النواب الممثلين عنكم والذين جرى انتخابهم تحت قبة البرلمان كل واحد فيهم صوروه وتحدث بأن قوانين ستة زيت ستة في بوزنيقة أخرجت بدون ضغط وأخرجت بتوافق نهائي وبالتوافق بالإجماع مع ستة الآخرين اللي مقابلينهم في الأعلى للدولة وبأن هذه القوانين ملزمة ونهائية وفق التعديل التلتاش اللي انتو كتبتوه ومن ثم تراجعتوا عليه لكن اسمح لي قبل السؤال تفضل اسمح لي حتى أوزع الوقت رجاءا بشكل عادي رجاءا سعود كما قال القائل عنه يا أخير ولا جرع في عين أدمايب قال ما ليش بسانتم عارف يا سيد إبراهيم الحاجة اسمح لي يا سيد إبراهيم عارف الحاجة اللي ممكن يلوموا فيها أو يلوموك فيها الليبيين ويلوموا باقي أعضاء مجلس النواب ولربما جعلت بعضهم يتعاطف مع البيبة هو أن كل الاتهامات الواردة من قبل مجلس النواب باتجاه البيبة المجلس قام بها ومدد لنفسه وتشبث بالسلطة وخالف مواثيق وعهودة وخالف حتى القوانين التي كتبها وصوت عليها اسمح لي أن أنتقل لباقي الضيوف ومن ثم أعود إليك وأعطيك حق الرد بشكل كامل أستاذ إبراهيم إدرسي تحدث سيد أحمد التهامي على نقطة حتى لو أصدرت القوانين ما الضامن لأن تجرى العملية الانتخابية يوم غد ألا ترى أن مسئلة دخول ضابط عسكري لديه مجموعة من القوات وهو على رأس مؤسسة عسكرية ويحمل جنسية أجنبية أخرى هي مبرر كافي لعدم إجراء هذه الانتخابات والتشكيك فيها أستاذ محمد الانتخابات لم تكن مقترحاً ليبياً صرفاً يعني الانتخابات كانت قرار دولي مؤتمر برلين السفير الأمريكي السفير الإنجليزي هذين ما كلهم قالوا لجب أن تجرى الانتخابات ولما تجرى الانتخابات هتجرى في ضل الأوضاع الانتقالية والاستثنائية اللي نحن عايشين فيه نحن ما ناش قاعدين في دولة عادية فجأة هيك يكمل لأربع سنوات بتاع الرئيس ومشين بونجد ولرئيس آخر هذا مش معقول يعني مش منطق مش موجود اللي موجود إننا نحن كنا في حرب السفير الأمريكي أمريكا قالت حفتر ما يخشش طرابلس بالحرب حفتر يخش طرابلس بالانتخابات مش هين الانتخابات بس هذا مختصر القصة اللي بيين يعرفوه كلهم اللي بيين فاهمين القصة كلهم نحن في الشارق وفي الجنوب وحتى أزاء كبيرة من سكان غرب ليبيا نريد حفتر رئيسا ما نقدرش نفرض حفتر بالقوة العسكرية لأن أمريكا مع المجموعات الأخرى فاهم نمشين للانتخابات جاء دبيبة جاء سيف الإسلام جاء أي حد آخر يا أهلا ومارحبا لكن هذه هي الحقيقة الرجل العسكري هذا وراه أولا جمهور وثانيا نحن نعيش في ظروف استثنائية انتقالية وليست عادية هو ليس تغيير لرئيس استكمل مدة وليست انتخابات عادية وليست انتخابات لتجرك الأربع سنوات في دول العالم المستقرة ديمقراطية نحن نبونا ننتقل من حالة الحرب إلى حالة الصراع السياسي فقط سيد أحمد يعني أنت لطالما تشجع وتؤيد في المؤسسة العسكرية كونها جاءت لإرساء القانون أليس كذلك؟ لا حتى هذه مش دقيقة طيب في ظل السلطة من وجهة نظري تقوم على امتلاك القوة خلينا أشرح لك تفضل السلطة تقوم على احتكار القوة أو احتكار التهديد بها هذه تعريفات موجودة تقدر تقرأها في العلوم السياسية الحكومة السلطة الدولة بش التأسس لازم يكون الحكم القوة في يد جهة واحدة هذه الجهة بعد 2011 تفتت أعاد الجيش الوطني تجميع هذه القوة في يد واحدة نحن ما زلنا برضو نحكي لك هذا كله في فطرات انتقالية في مراحل انتقالية بالتالي أنا أدعم الجيش الوطني لأنه يجمع القوة في يده طيب اسمح لي أن أصيغ العبارة بشكل آخر سيد أحمد التهامي يعني لو كانت هذه القوة أو لو كانت عملية الكرامة احتكمت إلى القوة دون قانون فهي ميليشيا لابد أن الجيش أو المؤسسة العسكرية أن تكون خاضعة للقانون بشكل أو بآخر أليس كذلك؟ نعم هي خاضعة القانون هذه ما فيها مشكلة طيب قانون العقوبات العسكرية اسمح لي اسمح لي سيد أحمد اسمح لي قانون العقوبات العسكرية وقانون الخدمة العسكرية وهذا قانون من أيام معمر القذافي يعني ليس قانون أقره الثوار أو أقرته الميليشيات أوضح بشكل لا لبس فيه بمنع العمل السياسي لأي عسكري فكيف يسمح لقائد عسكري القائد العام للجيش الوطني العربي الليبي بالترشح والتقدم للعملية الانتخابية سنعود لنفس الكلام هذا مقترح دولي ما هو مقترح مني نا أنا كنت ضده أنا مش مقتنع بحكاية انتخابات هذه كلها أنا كنت أدعم دخول الجيش بالقوة إلى طرابس جهت الولايات المتحدة وتركيا وقفت ضد دخول الجيش شن نديره يا ولاية المتحدة قالت خليفة حفتر يمشي يدخل الانتخابات خليفة حفتر مش هبي يدخل الانتخابات احتراب الآخر اسمح لي أن أنتقل لسيد فيصل اسمح لي أن أنتقل لسيد فيصل لكن هناك نقطة أخرى سيد أحمد التهامي لربما تضعف حجتك ممثلة في أن كيف من الواجب يعني أن تتبع مؤسسة عسكرية تنفذ القانون لا تطبق القانون على قيديها سيد فيصل الشريف يعني البيبة احتكم إلى المال لا أستمع إليك سيد أحمد نعم سيد أحمد صوتك مش واضح محمد تسألني وتعدي عليش طيب تفضل 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 في عجالة حتى عليش تسألني وتعدي طيب في عجالة حتى أنا أنا فقط تعقيد الوضع كله من بكر نقول لك استثنائي وانتقالي نحن دخلنا في مرحلة ثانية أسماءها ثورة الكرامة مع 2014 في الثورات لا يعود للقوانين القديمة أي تأثير أو أي قيمة كل القوانين القديمة تصبح ملغاء السلطة انتقلت تلقائيا في شرق وجنوب البلاد إلى شخص خليفة عفتر طيب يفسد كل توافق ليبي ليبي هناك في الآخر في الغرب الليبي ممثل في إدبيب الذي يملك مجموعة من القوات المسلحة التي قامت هي الأخرى بإفشار العملية الانتخابية وبالتالي لا يمكن تحميل مجلس النواب أو حفتر منفرداً بإفشار الانتخابات السابقة ولا عرقلة المسار الانتخابي القادم جيد محمد يعني أحمد التهامي صريح في كلامه وواضح في كلامه وواضح في تأييده لخليفة حفتر بأنه يريده أن يكون رئيس البلاد وهذا عمر واضح هذا غير مخفي الرجل من حقه أن يعبر عن وجهة نظرة لكن خلينا ترى نوضع هذا الكلام كله في الميزان الآن أولاً عندما يتحدث على أن خليفة حفتر يريد أن يتقدم لعملية انتخابية من خلال قوانين هذه القوانين تضعها مؤسسة تقول أنها مجلس نواب سلطة تشريعية يفترض أن هذه المؤسسة أو السلطة التشريعية التي اعتمنها الليبيون وانتخبها الليبيون ليس من أجل أن تعيدهم إلى حكم شمولي من جديد وترميهم في حظن خليفة حفتر بل لتكون مؤتمنة على المسار الديمقراطي وأن تنتقل بهم أو تتحول بهم التحول الديمقراطي الذي ينتج عنهم مؤسسات حاكمة للبلاد هذه أبسط القواعد ألف باتاء يعني إذا كنا فعلا نسعى إلى تحول الديمقراطي وإلى بالفعل أننا يعني هذا رأي أحمد التهامي لكن عندما تسأل الشعب الليبي تسأل الشعب والذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية لن يقولوا لك هذا الكلام هذا الكلام يعبر عن أشخاص قلة يتصورون أننا خرجنا من مرحلة يعني ديكتاتورية لننتقل إلى مرحلة ديكتاتورية إذن لماذا كانت أصلا تورت 17 فبراير إذا كنا اليوم نتحدث على أن يعني أخرجناها من نظام عمر القدافي لننقلها إلى نظام خليفة حفتر وأولادة معناها شلي صار في الفراغ ما بين هاتين الفترتين ندمنا خلاص مشينا لتورة الكرامة وأصبحت تورة الكرامة هي الحل وتذهب يعني فبراير خلاص بكل ما أنتجته ما هو مجلس النواب ما هو إلا جسم أفرزته فبراير وأفرزته الديمقراطية التي جاءت بها فبراير هل مجلس النواب يستطيع أن يتنكر لهذه الحقيقة اليوم إذن عليه أن لا يسير في هذا الركض عليه أن يقول بشكل واضح أنه مؤتما على هذه العملية الديمقراطية مع شريكه مجلس الأعلى للدولة وأن تصدر عنه قوانين حقيقية بالإمكان أن تقودنا إلى عملية انتخابية حقيقية غير ذلك يبقى هراء يعني عندما يقول السيد الدرسي قال أن المجلس الأعلى للدولة استشاري مجلس استشاري أعلى يعني في النهاية حني الجسم التشريعي اللي نملك كل شيء أقول له إذا لم تكونوا قد دسترتم التعديل الاتفاق السياسي بالتعديل الدستوري الحادي عشر أصبح هناك أحكام دستورية مفروضة عليكم اليوم لما تقول لي أني السلطة الوحيدة نقول لك أو يعني أنك أنت من تملك القرار نقول لك نص المادة واحد فقرة خمسة يشترط التوافق بين المجلسين في سحب التقة من الحكومة هل عندما سحبتم التقة من الحكومة احترمتم هذا الشرط الدستوري لم تحترموه سحبتموها من طرف واحد دون إشارك المجلس على الدولة أنا أتحدث بنصوص هنا نقول لك نص المادة 23 من الاتفاق السياسي اشترط توافق المجلسين على إصدار القوانين الانتخابية وقانون الاستفتاء على مشروع الدستور هل احترمتم هذا الشرط الذي يجعل من المجلس الأعلى للدولة شريكا لكم ويجب أن تتوافقوا معه المادة 12 من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي المدستر من قبلكم الذي اشترط أن أي تعديل دستوري تجروه تقوموا بإجرائه على الإعلان الدستوري يجب أن يحدث بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة أصدرتم التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أصدرتموه بشكل منفرد تماما ثم أصدرتم الثالث عشر وقلتم أنتم توافقتم ورأينا أن المجلس الأعلى للدولة لم يحترم لائحته الداخلية وقد صدر التوافق بعد نشره في الجريدة الرسمية أصلا لم يصدر التوافق مبدئيا إذن هناك نصوص قطعية الدلالة منها دستوري ومنها قانوني أنت حتى القوانين على صعيد التشريعات وأنا أتحدث لغة قانونية هنا يا محمد أصدروا القانون رقم واحد لسنة عشرين بإلغاء جميع القوانين والقرارات التي صدرت عن مؤتمر الوطني العام حتى سنة الفين وعشرين ألغيت بالكامل منها قرار تعيين السيد عبدالله بورزيزة مستشارا بالمحكمة العليا ثم جاءوا ونصبوا المستشار عبدالله بورزيزة رئيسا للمحكمة العليا باعتباره مستشارا فيها وأقدم المستشارين إذن القرار الذي أصدره المؤتمر الوطني العام والذي ألغاه قانونكم لم تحترموه أنا أتحدث بلغة قانونية واضحة يعني لا تخطئها العين وبالذلك اليوم الحديث على أن إصدار تشريعات بعينها وأختم بها يا محمد إصدار تشريعات بعينها أنت لما تجي ما معنى أن القواعد القانونية عامة ومجردة ما معنى العمومية والتجريد العمومية أنك عندما تضع النصوص القانونية أنها تصدر على حد سواء وتخاطب جميع شراء الأفراد والتجريد هو أنها تتجرد من أن توجه إلى حالة بعينها أو واقعة تنطبق على شخص بعينه ما رأيناه في تلك القوانين التي حاولت أن تشرك العسكري وتشرك مزدوج الجنسية وتشرك المطلوب للعدالة أن تضعهم في صميم هذه الانتخابات وتفصل القوانين عليهم تفصيلا هذا ينافي مبدأ العمومية والتجريد وهذا للأسف الذي فعله البرلمان بهذه القوانين التي في نهاية يا محمد مدام فيها انتخابات رئاسية معناها أنها مفخخة وأننا لن نصل من خلالها إلى عملية انتخابية في الأساس إذا لم تراعي ظروف الحال وأن عملية إجراء انتخابات رئاسية أصبحت غير ممكنة اليوم سيد إبراهيم الدرسي واحدة من النقاط التي احترطتم عليها في قوانين 6 زائد 6 هي مسئلة الاحتراض على اشتراض تخلي مرشحي الانتخابات الرئاسية عن الجنسية الأجنبية قبل إجراء الجولة الثانية من الانتخابات وليس بعد إعلان الفوز يبدو أن هناك من يربط هذا الأمر بأن مجلس النواب يلبي بشكل أو بآخر رغبة الرجمة ويدعمها في هذا الاتجاه وبالتالي وكأنه تفصيل قانون معين على مقاس شخص بعينه بالأخي محمد بروي أردت سيد فايسل فضل كثير من المغالبات التي يستخدم في عدو الصوت وإن شاء الله القوانين يوهم المستمع بحقية كلامه دعني أرد عليه وتنرجع في عجالة إلى سؤالته سؤال مهم جدا جدا وعنده بيش نجاوبك عليه أول شيء بسم تسريعي في العالم كله هو مجموعة سواه بالتفاق السخيرات وبغيرها وفهم السيد فايسل الاتفاق السخيرات يعني فهم مغلوط نحن مجلس الاتفاق السخيرات يقول أن مجلس النواب يتوافق مع مجلس الدولة في المناصب السيادية جعبنا يا سيد محمد وسيد فايسل ثلاث سنوات أو أكثر ونحن نبعث بالأسماء ونحن نختار الأسماء ونتوافق على المناصب السيادية ومجلس الدولة يضرب بهذه الاتفاقات عرض الحائل نحن لم نتفق وأنا صرت حتى في مداخلات معك نعبق إلى أننا أنا لسلوم نرجع درجة درجة أنا ضد غير الحكومة وحتى الحكومة سابقة ضدها أنا عندي أدوات تقدر الحكومة لماذا لم يقتفق مجلس الدولة نرنجل في النواب لتغيير السيد الكبير لأن السيد الكبير أنا فيه المريكي وامريكي وبالتالي ما فيش مجلس الدولة مش هكوان فاقماني الرقابة الإدارية ودوان المحاتبة بيش غيرهم مجلس الدولة اجتماعنا مع أجموعة كبيرة من مجلس الدولة قلتنا أنتم مش غيرهم كما أنتم مستفدين قاعدين في العاصل هذه لقاة أخرى رجاء أن عود بنا لمسألة ستة زياد ستة أنا لم أتفقش عن مجلس الدولة فجوزت في كثير من يقر لأن مجلس الدولة أصبح تبت المعصل أنا أريد أن أراك يا شيخ مرز أستاذ محمد أن مجلس الدولة في كترابل لعاصل هناك لقيمتنا لعندك وزن وزنه هو غادل من كافات فقط السياسية ولعاقة مجلس النواب وغرطة أخرى إلى سلة معصل لمجلس النواب لصولتي فقط أما على العرض لا يوجد لدي أي قوة أو قدرة لعرض قدرة أي عمل يقوم به السلطة كافرية والسلطة المالية فتراء بصورة رقابية هم هم هكذا مزرعين زرع بيش يخارفوا مجلس النواب ويقفوا ذلك وافق للمجلس النواب مع مجلس الدولة مع احترامي وكثير من الناس الوطنيين واللي يبقوا يوصلوا لحال في ميجر حيث أرمى صادقين أستاذ محمد لكلام الفائط نبدو درجة درجة حتى زرع حتى تستفيد من وقتك يا سيد إبراهيم وفي صلب الموضوع من ضمن النقاط التي اعترضتم عليها وناقشتموها اليوم وأمس هي مسئلة الجنسية الأجنبية وعدم التخلي عنها قبل الانتخابات في الجولة الثانية وإنما بعد الفوز فيه من قال أن هذا البند يفصل بشكل واضح على مقاس خليفة حفتار مالذي الضغم التواكي بعدين أنا مرحب في عجالة سيد محمد مالذي سنوار شرعا وعندما شرعا وصاحب الشرطة في نظام التوافق متاع العكترين يخضر عليهم من عمل السيئاتي مالذي سنوار فرحة حمام العكترين وباليكم مجامك سيد أحمد المرحة الاتقالية يختلط الحافل بالنقبل وقال شسد ياسي بعضها ولأننا بنديروها يعني اتفاق عرض ما بين يبين هو بسطوح أو بسطوح إذا كانت تخبرت إذا كانت ذات مهتوه وبفضح أحمد كل يبينة ترشحه وستثناء أو نعاك عندنا نية مترشح لعاكة الدولة سيد محمد نية مترشح عظم رئيب أربعين واحد لهم أو أطل منهم بقليل عندهم سياسة أخرى بشكل أو أخر تعطل على الجزيات تعطل أريد الموت من الوطني الأول من جلية أنا بتجل جزيات أمريكية أحضرنا منها لتأذى على الجزيات الأمريكية وغير 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 لأنه حتى في كدن الضيوف نترشوا عليها على قرارها فيه اللي تول سيبوا قاعد أمريكا يعودها يجي أشبوح ويجيب شهرين قاعد أمريكا قاعد في لغن فلاني لكن منصب لكن منصب رئيس الدولة يختلف أنت حتى مسلة الرتبة عفوا مسلة الرتبة العسكرية يا سيد بريم اسمحني وعندهم عقاراتهم وعندهم عندهم خدمتهم غاد وفينا عندهم ابنهم فيه وعندهم أبنهم بشي يجعون والله أنا عندي سنسلية سويدية سويدية أمريكية كندية هندية قاعد غادي وحياتي حلوة عادي تتبني تحكم ليبيا ولا تتبني أنا مش مستعيز على من الظلم أن نطلب من واحد أن يطلع واحد من الدولة وتفعل تسعين والله اسمح لي يا سيد إبراهيم اسمح لي تو أنت بدي ذكرت لا لا اسمح لي اسمح لي أنت بدي ذكرت لا لا حنعطيك هي الاستدراك عليك أنت بدي قلت أن الجزء يعود على الكل وليس العكس هذه قاعدة بديهية في علم المنطق لما تحدثت على لجنة ستة زائد ستة هذا الأمر أنا أعاود لك بنفس حشتك وتبريرك بأن مثلا الجزء أنا خليفة حفتر هو من المفترض أن يكون منصاع تحت قبة مجلس النواب لا قائد أعلى فوق مجلس النواب وشرعيته وبالتالي خليفة حفتر مثلا في قصة الإجازة لم يتقدم لا إليكم أنتو بطلب الإجازة في مسئلة يعني الثلاث أشهر قبل الترشح للعملية الانتخابية ولا للمجلس الرئاسي الذي يمتلك صفة القائد الأعلى اليوم وهي أعلى من القائد العام ورفضتوها من البيبة وإنما ما قدمش استقالتها وإنما ما طلبش إجازة فكيف قبلتموها من حفتر ورفضتوها من البيبة يا سيد إبراهيم الدرسي ما قدمش البيبة محمد لم يتقدم البيبة باستقالاتي قبل ولم يقدم حفتر وهل قدم حفتر يأتيدي حفتر يأتيدي حفتر سوريا يأتيدي حفتر ضارة بردامات السياسة لكن ما طوله أمينه حتى باتفاق جنيه دارة قدم استقالتها يأتيدي جمعة في الدار لكن أنت تعلم أستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم وأنت لا تخفى عليك للحكمة والذكاء والتعاطي السياسيا أنت تعلم أن هذا نوع من التلاعب والالتفاف على القوانين اللي مفروض أنكم أنتم كأعضاء لمجلس النواب تحصنوها وتحموها وتحفظوها وتكونوا واجهة حقيقية لتطبيق كل القوانين والتشريعات لأنكم جسم تشريعي نعم نعم أستاذ محمد أنا مأمور ناخد بالضعر القانون جالي قادم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية قدر السيطات خريفها بتقذب السيطات نبعادي ندوره ونبعادي 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 هو مفروض أن كونكم أنتم مسؤولين وكلفتو خليفة حفتر كونه قائد عام للجيش أن يعودلكم وتحققوا معاه وتتأكدوا من سلامة تطبيق كل هذه القوانين سيد إبراهيم الدرسي لكن اسمح لي أن أشرك زميلك في المجلس الأعلى للدولة سيد ماما سليمان وهو أحد أعضاء لجنة الستة زائد ستة ممثلين عن مجلس الدولة أهلا وسهلا بك سيد ماما نعم فقدنا التواصل معه سأعود إليك مرة أخرى يعني سيد التهامي حول ذات النقطة التي لم نستكملها معك حفتر لم يحترم قانون الخدمة العسكرية لم يحترم قانون العقوبات العسكرية وهو شخص ملزم بشكل أو بآخر باحترام القانون العسكري كيف تلومون على الدبيبة بعدم تطبيق للتعاهد بينما تسمحون لحفتر بالتدخل في هذه العملية الانتخابية رغم عدم احترام للقانون اللي هو من المفترض أن يكون نافذ له ومطبق له أو مطبق له عفوا هو بس خليل رد على أستاذ فيصل يعني أستاذ فيصل قال نلجأ للشعب آه نعم نلجأ للشعب لكن نحن على عالد العالة بغازي قعدنا نضالي سلتين ونحن نقوله في نكتة نقوله المجموعة اللي في غرب البلاد احتمال الدير قانون نقول يمنع أي شخص اسمه خليفة من أن يترشح يمنع تماما أي حد اسمه خليفة لأن باين المسألة التفصيل من غادي والتفصيل من عندهم مش من عندهم تفصيل علي خليفة بالذات ما منوع يخش خليفة في 2014 قلت لك قاد ثورة أنت لما تقود ثورة لا تعترف بقانون قائم ولا تعترف بحكومة قائمة لو كان جنديا يتبع لتلك الحكومة القائمة في 2014 لا فعلا لا حق لك أن تتساءل كيف لا يخبع لها وتمكن من إنشاء الجيش وتجميع واستعاد السلطة والقوة في 80% من ليبيا هو من أعاد بناء الدولة في ليبيا يظل فيه جزء 25% خارج السلطة وفي التالي خارج الدولة جزء تنتشر فيه الفوضى اللي هو 25% من ليبيا ولولا طرابلس فيها المصرف المركزي كانت هذه الجماعات كلها هزمة لكن وجود المصرف المركزي ما مقياسك لتعريف الفوضى والانضباط يعني إذا كان احترام القانون أو عدم احترام القانون يعني يشكل كما ذكرت أنت سيد أحمد التهامي الآن نوع من الانضباط ونوع من الثورية على القوانين السائدة والموجودة فما تعريفك للفوضى في مقابل ذلك لا هي كانت فيه فوضى تامة وكانش فيه قوانين ولا احترام القوانين ولا انضباط الحالة اللي طلع فيها خليفة كانت فوضى كام اللي طلع فيها خليفة في بنغازي بالذات كانت فوضى كام وفي طرابلس تزالت حتى اليوم فوضى وفي الزاوية لا تزال حتى اليوم فوضى هي حالة فوضى مستمرة منذ 2014 منذ 2012 في طرابلس وفي الزاوية وانتهت في بنغازي وانتهت في مناطق شرق ليبيا ومناطق جنوب ليبيا على يد خليفة حفتر لأنه تمكن من استعادة وبناء الجيش من جديد هي كانت حالة فوضى تامة بمعنى أن حالات القتل اليومية حالات المطاردات في الشارع المدنيين الناشطين المدنيين كانوا يمشوا لعن تبستي بيجي تظاهروا يطلع لهم الميليشيات وتطلق عليهم النار هذه معروفة يعني السيد عبدالله الغرياني أصيب بمحاولة التفجير مجموعة كبيرة من الناشطين اللي هدد مفتاح صديقي العزيز بتاعها بوزيد مفتاح بوزيد على رمضة الله بوزيد تم قتل يومي وفي الشوارع وما حد يقدر يقول ولا كان في حكومة وكان في حكومة اسمية في طرابلس وكان ليش اسم هذا الموسم الوطن العرب لو لو مشينا علي كلامك يا سيد نصدر ثلاث مرات قرارات بحل الميليشيات ولا يستطيع تنفيذها لو لو مثلا فرضا مشينا علي كلامك سيد التهامي القوة العسكرية في الغرب حتى هي الآن قوة ثورية وليس من حقها أن تمتث للقانون فبالتالي ليش تلومها وتغذي الطرف علي خليفة حفتر ليش ما تتعاملش معها بنفس المنطق الثوري اللي تتعامل فيه مع خليفة حفتر الآن والله يحميلي تسأل فيها أسيلة أنا مش مسؤول عنها أنا لم أقل أني ألومها ولم أقل أني أرتحلها أنا أتعامل مع وقائع مع وقائع المجتمع الدولي قال عادوا ديروا انتخابات أنا عن نفسي مش مقتن أو ما زلت نقول لك والله يمني مقتن طيب لكن سيد أحمد يا جماعة كيف في 6 شهور تبديون انتخابات لا يزيرش سيد أحمد المجتمع الدولي قال اسمح لي لا يعرف لعلم السياسة ولا القانون الشرعية ترتكز على الفوضى وكأنك أنت تقول أن شرعية عملية الكرامة والمؤسسة العسكرية قائمة على الفوضى بينما هو مفروض خالف كل من كان يحارب فيهم اللي كانوا ينشروا في الفوضى والقتل والتهجير وعدم الامتثال للقانون واحترام المؤسسات السيادية ولما قضى عليهم قام بتطبيق مثل معاييرهم وتعاملاتهم وعدم الامتثال واحترام القانون سيد أحمد هذا ليس صحيح الأمن والأمان في بنغازي منتشروا الساعة 3 في الليل لو جئت بنغازي حتى قصبايا في الشارع الأمن والأمان شيء والقانون شيء آخر في 2014 انتهت الأمن والأمان شيء مرادف تختلف تماما عن تعريف القانون والامتثال أنا بنقول لك أن القانون غير أسمعني بس لو بنقول لك أن القانون منفذ 100% نبدأ نكذب القانون بالتأكيد مش منفذ 100% فيه أكيد مشكلات فيه لكن الأمن والأمان في بنغازي الفوضى انتهت الفوضى التي خرج الجيش الوطني ضدها خرج ضدها مش معاها مش عارك وصفتها أنا قاعد نقول لك الجيش الوطني خرج لمحاربة الفوضى وفعلا تمكن من إنهاء الفوضى نحن الآن في مرحلة أخرى أنا قلت لك من قبل وتقدر تدير تدير هانا تتور طلع كاميرا تصور نحن الآن عندنا ألعاب أطفال الساعة 2 في الليل تلقى الأطفال قاعدين يلعب لا عاد فيه تفجيرات ولا عاد فيه خوف ولا عاد فيه رعب ولا عاد فيه ميليشيات هذا الأمر انتهى تماما فيه جيش يفرض الأمن في كل شرق ليبيا وفي كل جنوب ليبيا طيب يعني عند الحديث عن الانتخابات عندما تتحدث على حفتر الذي يعني تراه مجموعات يعني كبيرة شعبية اليوم في بعض المناطق ببرغة وفزان رجل منقذ وواجهة وطنية لتأسيس لبنة مؤسسة عسكرية تعيد القانون والنظام إلى ليبيا عندما تقصيه وتفصل بعض القوانين على مقاصة بهدف نفية أو رفض لدخول السباق الانتخابي أنت بذلك تقصي فئات شعبية كبيرة من الدخول والتصويت في هذه العملية الانتخابية وبالتالي عدم الاحتراف بها وبالتالي الانتقاس من شرعية هذه العملية الانتخابية ككل شوف يا محمد أولا السيد إبراهيم قال فيصل يقول مغالطات ويستخدم الصوت العالي ممكن السيد إبراهيم أن يحريص على أن يسمع بشكل جيد أن يسمع بشكل جيد النصوص القانونية والدستورية التي سقتها قبل قليل وبشكل واضح كي يرد علي بما له أصل من هذه السندات أو القانونية والدستورية يجب أن يرد علي بما له أصل ثابت في هذه السندات ويرد علي بالنصوص التي إن أراد مني أن أعرضها عليه سأعرضها عليه نصا نصا وهي واضحة بذاتها ولا تحتاج إلى عناء شرح ولا تأويل ولا تفسير هذه واحدة ثم السيد أحمد يقول لك هذا قام بدورة كرامة خليفة حفتر قال لك قام بثورة كرامة ثورة ثانية تصحيحية على غرار السيسي بالتالي هو قال لك خلاص دار ثورة كرامة بيحكم له لأن غير المجتمع الدولي وقف ضده في طرابلس كما دروا كان يحكم لبلاد كلها فمدام قام بثورة فليحكم يسيدنا فليحكم المناطق التي يسيطر عليها ويعلن نفسه حاكماً لها ليش يضطر أن يمشي للانتخابات ويدخل في هذه العمليات التشكيكية ما هو دار تفويض المشير وغيرها خلاص خليه يحكم ليحكم المناطق ويعلن نفسه حاكماً عسكرياً على المناطق التي يحكمها ويقول رهو بلاش اللي ما تخضعنيش هدي مارقة اللي حتى البرلمان يشوف روحها إذا كانت صدر هذا الإعلان يعني يجب أن تكون اللغة واضحة اليوم الحديث على أن والله هناك تفصيل قال لك والله أنتم اللي فصلتوا بيش تقصوا خليفة حفتر وتقصوا سيف القدافي وتقصوا المجموعة الأخرى يا سيد الفاضل لدى العالم لدى العالم ستندر هناك ستندر عالمي معروف ووضع معايير دولية في العمليات الانتخابية وفيما يتعلق بالدساتير الاستندر العالمي يقول لك أنه لا يجوز ومصرح داك هيهي مصرح داك في دستورها الجديد لا يجوز للعسكري أن يتقدم ويترشح لرئاسة البلاد لا يجوز لحامل الجنسية المزدوجة في مصر حتى أمة والله واحد من جدودة لا يجوز لأن يتقدم هذا استندر عالمي لا يجوز للمطلوب للعدالة سواء المحلية أو الدولية أن يترشح هذا استندر عالمي ما يقولش فيه فيصل راه والله يقول فيه محمد هذا استندر دولي معروف عند كل الشعوب التي تحفر نفسها وتحفر نفسها وتحفر نفسها وتحفر عالمية ديمقراطية ولها وجاهة عند السيد أحمد التهامي الرجل قام بثورة وبالتالي الثورة لا تحترم القوانين النافذة أو السارية يعني هذه نقطة واضحة جدا فيما يتعلق برد السيد أحمد التهامي على مسئلة استرام القوانين السابقة وأنا وأنا أجبتك وأنا أجبته عليها إذا كان قام بثورة في 2014 إعلان الإنقلاب على الإعلان الدستوري أو يعني أيها في 2014 إذا كان قام بثورة ويرى في نفسه أنه مش بحاجة الآن ثورة وبيحكم إذن لماذا لماذا يلجأ لهذه القوانين والتنازل على الجنسية والعسكري والمطلوب للعدالة والصادرة عليها حكام جنائية هذه كلها متوفرة فيه ما دام يعرف أن هناك إشكالية قبرى وأن القوانين لا يمكن أن تمرره القوانين العادلة لا يمكن أن تمرره ليحكم الليبيين معنى ذلك يأخذها من قصيرها يعلن أنه حاكم على المناطق التي يسيطر عليها وأن العاصمة وباقي مدن الغرب الليبي هي مناطق مارقة عن سلطانه وبالتالي ممنوع إجراء الانتخابات وعليه أيضا أن يتخذ هذا الإجراء ويمنع مجلس النواب من أن يدخل في أي عملية سياسية لإجراء الانتخابات مدام هو قام بتوره وبيحكم ليش يشرك فينا معاه خلاص يعلم سيطرته على هذه المناطق التي يحكمها لكن يا محمد نقول لك لازال الليبيون لازال الليبيون يراهنون على هذه العملية السياسية برغم ما يتخللها من إشكاليات ومثالب كبرى لأنهم أقحمون في الانتخابات الرئاسية حتى تظل هذه الإشكالية وحتى يطلقوا النار على العملية الانتخابية لدرجة يا محمد في التعديل الدستوري الثلاثاش في المادة الثلاثين نصوا على أن في حال فشل العملية الانتخابية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية تعتبر العملية الانتخابية كاملة كأن لم تكن وبالتالي وهم يعرفون يعني هل تدأ أنت تعتقد أن خليفة حفتر بخشل العملية الانتخابية حتى لو سلم من كل هذه الشروط بيرفع يافطاته وبيدير دعاية الانتخابية في ليبيا كلها والله واحد من خصومه بيديرها في ليبيا كلها وبيرفع يعفطاته وهناك رضا وهناك توافق حقيقي على القبول بالنتائج هم يدركون أن العملية الانتخابية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية أصلا موضوع نص لها لضربها بالصميم والهدف هو القفز على سلطة انفيذية اليوم أنت لما تقول أن عبد الحميد تبيبة مثلا في في اتفاق جينيف قال أن هو والله التزام أدبي ومنيش منتزم به نقول لك شيء واحد الكل ذهب للطعون ألم يطعن على على تبيبة طعن عليه إذا كان بتقول لي لا معيار أدبي نقول لك المعيار الأدبي طبق أيضا على خليفة حفظة من الاحترام للقانون والاحترام حتى للمنظومة الأخلاقية أنه لا يعمل هذه الالتفافة ويحاول أن يعطي قصة أنه يعني استقال من منصبه لمدة ويقول لا خذ جير يا نظوري لنين نرجع لك ويدير هذه الطريقة البيخة الواضحة في انتهاك للقانون الرقم 11 بشأن التراتوبية العسكرية والمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي طبعا ساكت ويتفرج بل على العكس يا محمد أنت انظر للمجلس الرئاسي السيد المنفي لما يجتمع برئيس الأركان محمد الحداد يكتب على صبحته أنه اجتمع معه بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي لكن لما يجتمع مع خليفة حفتر يكتب أنه اجتمع معه على أساس أنه صفته رئيس المجلس الرئاسي لا يجرؤ حتى على أن يكتب أنه بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي اسمح لي أن أنتقل للسيد إبراهيم الدريف للأسف أن الكل يريد الكل يريد أن يورطنا في قصة اسمها هذا الفيل الموجود في الغرفة خليفة حفتر إذا كان أردت أن تحكم وتريد أن تحكم المناطق التي تسيطر عليها تفضل أما في الغرب الليبي لم يستطع بالبندقية ولن يستطيع لا بانتخابات ولا بغير انتخابات طيب سيد إبراهيم الدريسي يعني اسمح لي أن أنقل لك وجهة نظر بعض المتابعين والمراقبين والضيوف أيضا كيف تتوقعون أن يقبل كثير من الليبيين أو كثير من الأطراف السياسية بالقوانين الصادرة منكم وفيها شيء من التحايل وعدم احترام النصوص الدستورية التي قنتم بالتنصيص عليها والتصويت عليها بالإجماع أو بالأغلبية على الأقل تحت قبة البرلمان نعم أستاذ إبراهيم أتمنى معاودة الاتصال مرة أخرى بعضو مجلس النواب السيد إبراهيم الدريسي أعود بالسؤال أيضا إلى أن يجهز مرة أخرى والسيد إبراهيم الدريسي إلى سيد أحمد التهامي أستاذ أحمد يعني لربما هنا اختلط الحديث فيما يتعلق بمسئلة من يقود ثورة له الحق في أن يثور على القوانين الموجودة اليوم على الأرض الليبية وهي قانون نافذة منذ تقريبا أربعة أو خمسة عقود ماضية وهناك مسألة أخرى كيف لقائد مؤسسة عسكرية نعم أن يدخل إلى العملية الانتخابية وهو يمترك كل هذه القوات وكل هذا النفوذ العسكري وكل هذه المناطق التي يسيطر عليها بالقوة يعني أنت تناقض المنطق وتناقض أي منطق ديمقراطي حصل في أي دولة حتى في جمهورية الموز سيد أحمد التهامي لم يحدث هذا الأمر أولا نحن نحك على فترة استثنائية كما قلت لك هذه ليست انتخابات لتبدير الرئيس بعد أن انتهت مدته والليبيين عارفين يكلم هذا وبالمناسبة الليبيين الستاندر العالمي اللي يحكي عليه استنفيصل الشريف بسيطة يعني أنا نقول لعدي أسأل الناس في الشارع قلهم فيه استاندر عالمي يقول ممنوع مزدوجي الجنسية يدخلوا الانتخابات وممنوع العسكريين يدخلوا الانتخابات نسأل كم أيها الليبيين استاندر العالمي هذا يمشي معنا كان قالوا لك يمشي معنا يبقى والله يرايك كويس قالوا لك ما يمشيش معنا يبقى كلام آخر وإحنا قلنا في النهاية لأن فيه إجبار دولي فيه موقف دولي فيه أمريكا وفيه تركيا تقف مع هذه الجماعات نحن مضطرين نمشوا الانتخابات مش قناعة بالانتخابات تقعد المسألة والله هل يستطيع أن يعمل دعاية انتخابية أو لا يستطيع هذه مسألة تقدر ترقبها أي جهة محايدة تابعة للأمم المتحدة مجموعة من القضاء من روسيا من قطر من مصر من أمريكا من مختلف الدول اللي هي على علاقة في الطرفين وتقدر اتراقب إذا كان إجراءات إعلان الترشح تمت وسمح بإجراء الحملات الانتخابية أم لا نحن نحكو على الظرف استثنائي ما نحكوش على الظرف عادي لكن يا سيد أحمد سيد أحمد مع كامل الاحترام طالما أنك أنت واثق تمام الثقة بأن حفتر منقذ وأن حفتر واجهة وطنية وأيقونة كما ذكرت أنت سجلها التاريخ الليبي سواء رضى من رضى ورفض من رفض وأن حفتر يمتلك اليوم 80% من القوة على الأرض ولديه نفوذ شعبي ولربما قاعدة جماهيرية في برقة وفي فزان وحتى في كثير من طرابلس الغرب ليش ما يتنزلش على الجنسية الثانية ليش ما يتنزلش على الرتبة العسكرية ويدخل ويفوز بنسبة 99.9% لماذا لا يقبل بالشروط الانتخابية ويرفضها سيد أحمد تعالي ناقش ماذا مسألة الجنسية كل اللي حكموا طرابلس من بعد 2011 عندهم جنسية مزدوج كلهم بما في ذلك اللي يتوه مش تعرف ان هذا شيء مفصل ضد خليفة حفتر تفصيلا واذا كان تمتع خليفة حفتر بالجنسية الأمريكية يسمح له ان يناور في معركة خضائية ضد الاخوان في أمريكا فانا معاه من حقه يكون قوي ومن حقه يمتلك الأدوات لتسمح له بالدفاع عن نفسها ومن بينها ان يكون عنده الجنسية الأمريكية تعالي المسألة انه هو قاعد جيش هو عنده أقوى من ذلك هو عنده الالتفاف القاعدة الجماهيرية هو عنده الارث التاريخي هو عنده ثورة الكرامة كما ذكرت سيد أحمد التهامي هذه كافية بشي احتمي بيها في التاريخ وفي التاريخ سجل مش معركة التاريخ يا سيد أحمد لا 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 نحكش على التاريخ في التاريخ خلاص السجل انه هو طيب التاريخ زمان نحكي ولا الرجيك لا لا اسمح لي التاريخ سجل حتى مع عمر القذافي وبعد 2011 الكثير خرج من أقرب الناس إليه ولربما ناقضوه واتهموه وكذبوه وحتى سبوه وشتموه وبالتالي التاريخ انت تعرف سيد أحمد انه حاجة لا يمكن التنبؤ بها ومهيش مقياس ثابت في الحديث لكن اسمح لي في نقطة مثلا كل من حكم طرابلس يسي كل من حكم طرابلس في فترة سابقة ما عندهمش كل هذا التأييد الشعبي لم يدخلوا للتاريخ ذهبوا إلى مذاب للتاريخ مع كامل الاحترام لهم يعني لو مشيتنا في منطقك لكن خليفة حفتر يملك مالا يكن يملكه هؤلاء ليش ما يتنزلش على هذه ويثبت بأن الشعب والناس معاه عطيني فرصة نقول لك تفضل أنا ما نحكيش على أنهم مش هؤلاء المزبر التاريخ ولا مش هؤلش مش هذا موضوعي أنا أحكي لك أن هذه الجماعات نفسها مجموعات اللي موجودة في غرب البلاد اللي تشترط أن مزدوج جنسية لا يسمح له بالتراجع قابلة وراضية أن يحكمها مزدوجي الجنسية مش تعرف أن هذا قانون مفصل تفصيل ضد خليفة حفتر وقلت لك أنا ما نحكيش علي أن معركتها في التاريخ ومعركتها في قلوب الليبيين هذه هيكسبها اليوم ولا بكرة والقذافي لما قام بثورته كانت الدولة قائمة لكن الخليفة لما استعادوا بناء الجيش كانت الدولة قد انهارت هنا الفارق هنا الفارق اللي يأكد أن الرجل عنده دور تاريخي مختلف الليبيين لما يستعيدوا يقولوا أم تعادت الدولة الليبية إلى الحياة بعد أن سقطت في 2011 حيقولوا بفضل خليفة حفتر هذه موضوع أخر خلينا منه بس هو النقاش مش إذا كان الليبيين يحبوا خليفة أو الليبيين ما يحبوش خليفة النقاش إذا كان في معركة قفائية تجري في المتحدة ويستفيد خليفة من جنسيتها الأمريكية فيها فيجب أن لا يفرط فيها هذه رقم واحد تعالي مسألة أنه هو قاعد الجيش أنا قاعد نقول لك هذا اقتراح أمريكي إجراء الانتخابات مش اقتراح أعمالته ولا اقتراح خليفة ولا اقتراح حتى مصر هذا اقتراح أمريكي الأمريكان قالوا خليفة حفتر ما يخشش ترابلس بالقوة خليفة حفتر يخش بالترشح جاكم بالترشح عدوا يجروا الجماعة عدوا يداروا بيانات فكيف تبقيه سيئة بالجيش إذا الجيش هو عنصر القوة الذي يضمن إنهاء الفومة تبقيه رئيس شكلي زي محمد المنفي ما ينفعش لازم يكون رئيس حقيقي بكل معنى الكلمة طيب يا سيد أحمد وقبل أن نذهب للسيد إبراهيم الدرسي وسيد فيسر شريف سعودي ريك يعني أنت تناقض في مسئلة أن الرجل قاعد في قلوب الليبيين ويملك 80% أو 90% من القاعدة الشعبية على الأرض يعني مثلا أنت تعرف وحضرتك من مدينة بنغازي أن واحدة من أبرز الصفات الشخصية لهذه المدينة هي الإباء هي الترفع هي رفض المتملقين اليوم خليفة حفتر صورة موجودة حتى في المراكز الصحية بالرغم منها ليس له أي علاقة بالطب الرجل فرض نفسه مش بالمحبة والعطف بقدر ما فرض نفسه بقوة السلاح وبسطوة القوة العسكرية اللي تحكم فيها وبالتالي يقول لك فيصل الشريف أو غيرها من المناوئين لقائد عملية الكرامة إذا كان الرجل واطق كل هذه الثقة تنازل عن الجنسية أثبت لليبيين بأنك رجل ليبي لا تحمل أي جنسية أخرى وابعد المؤسسة العسكرية حتى يحترمها كل الليبيين وتكون على الحياد والموضوعية من كل الأطراف السياسية ابعدها عن هذا السجال السياسي ليش ما درش هذا وأثبت ما تتفضل به أنت سيد أحمد التهامي الآن يا محمد من نسبة المساعدة الجنسية أنا رديت عليها قلت لك في معركة أخرى معركة تتعلق بالقضاء في الولايات المتحدة هذه موضوع أخرى مالهاش علاقة بالليبيين في بعض الليبيين اثنين أو ثلاثة في أمريكا دارين قضية ضد خليفة في أمريكا هو محتاج للجنسية لمواجهة هذه القضية هذه موضوع آخر مختلف تمام تعالي مسألة الجيش أنت هنا في صلب الكلام السياسي مسألة أنه قائد الجيش الجيش هو الضمانة الوحيدة لإنهاء الفوضى فإذا كان تبي رئيس قوي رئيس ينهي كل المراحل الانتقالية وننتقل إلى دولة طبعا قال لي هو ليش ما يعلن عن إقامة دولة في المناطق التي حررها أنا نقول لخليفة حفتر حريص علي وحدة ليبيا والجيش أغلبية مقاتليه هم من غرب البلاد وليسوا لا من شرق البلاد ولا من جنوبها وبالتالي عامل وحدة ليبيا عامل استمرار وجود الدولة المسامة ليبيا هو الجيش وهذا الجيش يجتمع حول خليفة وخليفة لما يقعد الرئيس هو الذي سينهي كل المراحل الانتقالية أي رئيس آخر لن يستطيع ولن يتمكن لأنه مش هيكون معاه الجيش الجيش معاه بمعنى أنه سيمكنهم من الحكم بكل ما يستطيع عليه بكل ما يستطيع بكل قدرة بكل قوة مش يقعد زي المؤتمر الوطني شن علاقة الليبيين ككل يا سيد أحمد رجاء لم ينفذ واريد أن أذهب لباقي الضيوف شن علاقة الليبيين ككل بشي عدلوا قوانينهم حتى يتمكن خليفة حفتر من كسب معركة شخصية خاصة به علاقتهم أن في مجموعات ارتبط بمزدوجي جنسية لعشر سنوات يحكموا طرابلس ولما قالوا لهم خليفة بترشح داروا الشرط هذا علاقة يجب أن تسأل هذه الجماعات لماذا تعطلون إجراء الانتقابات الرئاسية بس طيب سيد فيسال أنا أريد الانتقال لسيد إبراهيم أردت الحديث عن عن النقطة والرد فيما يتعلق بسيد توهامي تفضل لا تفضل وعطيني دوري هذا دور سيد إبراهيم وعطيه الله يا محمد تفضل بالبقاء معنا شكرا لك سيد إبراهيم الدرسي أهلا بك أنت معي على الهواء مرة أخرى أليس كذلك معاك معاك يا محمد طيب في مسألة سيد إبراهيم يعني اليوم يقول لك إن حالة الانسداد اللي وصلنا عليها أو وصلنا لها بسبب قوانين مجلس النواب وتشبثة تقريبا عشر سنوات بالسلطة إذا لم نستطيع تخطيها من خلال توافق مع الأعلى للدولة وليتمثل في لجنة ستة زائد ستة فإن ليبيا ستتجه إلى أوضاع أكثر مأساوية هناك من يتحدث على أن اليوم فيه مسألة التكريس للانقسام ويجعل من التقسيم حل لمواجهة هذا العبث الحاصل لماذا أنتم كمجلس ممثل عن كل الأمة الليبية لا تتوافقون على هذه القوانين وتمظو في لجنة ستة زائد ستة مع الأعلى للدولة شريكهم في الاتفاق السياسي وننهي كل هذا الجدل بتجديد الشرعية في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أيضا من قال أننا لم نتوافق مع المجلس الدولة محمد التعديل الدستوري ثلاث عشر وفقنا مع المجلس الدولة وعقدوا جلسة سيد فيصل وبعض الأخوة في المطقة الغربية يقولوا لا جلسة صحيحة ولكن لم نرطعون عليها لا في الدخصة للجلسة ولا في القضاء وبالتالي الجلسة صحيحة وتوافقنا مع مجلس الدولة وأفرزنا لجل ستة زي ستة ومجلس الدولة عندما عادت ستة تعيد مجلس النواب إلى قبة البرلمان لم يعترض والآن أتممنا ملاحظاتنا وأرسلناها لمجلس الدولة والبعثة الأممية والأمور شاء الله متساهلة أنت بدري سألني سؤالي محمد قابل ينقطع بيني وبين الخط أنا أتكلم عاقب كلام والذي قناعات أخرى هذه قناعات أشار إليها سيد ميصل الشريف بدري قال لك حتى لو أجرنا الانتخابات الرئاسية هل يستطيع خليفة حفتر يدير دعايتها في المنطقة الغربية أو دبيبة ومن لف لقيفه أن مثلا يدير دعاية في المنطقة الشرقية وفي المناطق رتاحة سيدة القوات المسلحة أنا نقول لك علي حاجة يا سيد محمد أنت سارت عن القوانين أنا أقول لك أننا ندير في القوانين والسن في القوانين خاصة انتخاب رئيس الدولة وانت تعلم أن الديمقراطية حكم الأغلبية الأغلبية في ليبيا كيف يا شخص سيد محمد قد يكون النائم المترشح الفائز بالرئاس نعم سيد إبراهيم سيد إبراهيم طيب بسبب الكهرباء لربما تواجهنا مشكلة في التواصل مع سيد إبراهيم الدرسي في حال عاد سأعود إليك مرة أخرى لتوضيح هذه النقطة سيد إبراهيم وأنوه إلى أن الانقطاع في الخط حصل منك وليس من قبلنا نتيجة نعم عاد مرة أخرى سيد إبراهيم الدرسي تفضل أكمل ما بدأت سيد إبراهيم والله مش عارفون وقفت لأننا تكلموا فيه فيما يتعلق بمسلة الأكثرية وفق التعريف السياسي الليبي وقفت عند هذه النقطة لأنوه نحن سيد محمد تم يقول لك عمد وامي والواطع نحن فيه خصام سياسي فيه خصام عسكري فيه خصام جهة فيه خصام فكري ما درش حاجين ترى الديمغراضية تفرز لك واحد فايس بايوا 49% لديهم قوات لديهم داعمين داخل وخارج متمركزين في المنطقة معينة بالتالي أنا أعتقد أن الفرزات الرئاسة ستقودنا إلى حرب أهلية بمعنى أنا أقول لك الآن هناك وفاق أقل شيء مجتمعي مناطقي ما بين الليبيين يتبيب يخدم في المنطقة الغربية لديه إنجازات محد ينكرن المنطقة الغربية وبدأت العاصمة فيها شيء من الأمن والمرتبات ينزلن المكافآت المشاريع الدولة في المنطقة الشرطية وجنوبية رأينا كتيبة طارق بن زنياد تخدم في سبها لدرجة لنا نائب رئيس مزراء ووزير الصحة أبو جناح يشكر رئيس أمر الكتيبة العميد صدام لأنه أمن وأمان وتم فيه أعمار عندنا أعمار عندنا مطارات ناخط من بيب أنغازي وترابلس يمشن الدبي يمشن الأوروبا يمشن التروك يمشن مصر وتونس إنما أولئك المرضى اللي بيبشي عالش في مصراته وفي ترابلس والترابلس يبشي يتجول في بيب الغازي نوع من السلم الأهلي قد يعيد اتقل الليبي فيما بينهم بعد ذلك نلتفت العملية السياسية أنا أعتقد أن هذه قابز عن الأولويات انتخاب رئيس دولة سيفرز لنا حرب أهلية لا محالة لماذا لا نجري انتخابات برلمانية ويكسب فيها الجميع ويشارك فيها الجميع وتوحد السلطة التشريعية وانوحد سلطة تنفيذية أيضا أبدا أريد أستاذ محمد دون وجود رئيس للدولة الليبية دون رئيس للدولة الليبية لديه السلطات التنفيذية لإقرار قوانين الأوامر التاعة وتأمين الدولة ويمثل ليبيا في الداخل وفي الخارج سيكون أي خطوة أخرى عبثية أنت تريد تحول مجلس النواب جيب مجلس النواب أنت تخبص خفزة للأمام فقط أنت لا تفعل شيء لذلك نحن اشترطنا في نجاح العملية الانتخابية برماتها في حال فشل الانتخابات الرئيسية تعتبر العملية الانتخابية كاملة حتى تعتبر ملغية أنت نحن مشكلة ليبيا مش في البرلمان وموتمر وفني كل واحد يقول لك أنا منتخب من قليل فلاني وضحت أستاذ إبراهيم نحن مددنا الوقت من أجلك لأننا فقدنا التواصل معك وليعطاك حق الرد وأنوه مرة أخرى إلى أن بسبب وجود صوتين ضد صوت واحد السيد أحمد التهامي والسيد إبراهيم الدرسي في وجهة النظر على الأقل وهي أخذت كل الاحترام والود بين الضيفين لذا حاولنا موازنة على الأقل هذه الزيادة في الطرح مقابل السيد فيصر الشريف سيد فيصر لماذا لا نؤصل لا أسمعك بشكل واضح سيد فيصر ما سمعتكش لكن اسمح لي لماذا لا نؤصل لهذا الواقع كما تحدث سيد إبراهيم الدرسي ونستقر إليه إلى أن على الأقل تستتبع الأمور الأمنية والخدمية ومن ثم نذهب لمسئلة الانتخابات والتفصيل فيها ألا تراه النوحة المنطقي طرحه هنا النائب إبراهيم الدرسي شوفي محمد أولا رهي قصة أنك وزنت في الوقت بصوتين ذلت صوت رأو أعتقد أنك تحتاج إلى مراجعة الحلقة لا لا وزنت عبر استدركاتي أنا أقصد وليس الوقت عبر استدركاتي على الضيوف وتوضيح أفكارهم هذا ما قصدت فقط كويس تمام محمد شوف شوف هو السيد الدرسي يعني يعاني من إشكالية في التناقض مع نفسه هو في البداية قال كلام جيد يعني قال أن الانتخابات الرئاسية غير ممكنة واقعيا غير ممكنة ومن ناحية نصية أيضا هناك نص جاهز لإطلاق النار عليها لأن هذا النص في حال فشلة الرئاسية ستفشل معها البرلمانية كلامه هنا أتفق معه لكن بعدين تناقض مع نفسه قال لما قلت لأنت لماذا لا نجري انتخابات برلمانية لأن الانتخابات البرلمانية ممكنة قال لك مستحيل عبط لازم من انتخابات رئاسية بهي طيب مدام الانتخابات الرئاسية غير ممكنة وفي ظل هذه الظروف غير ممكنة ولن تتأتى إذن لماذا لا نذهب إلى الانتخابات سواء إذا كانت مجلس الأمة أو انتخابات تشريعية مباشرة لكي نفرز جسما برلمانيا تشريعيا واحدا تتوحد تحته جميع المؤسسات التي قسمها مجلس النوات جعل دوان محاسبة غادي ودوان محاسبة هنا ورقابة إدارية هنا ورقابة غادي وحكومة هنا وحكومة غادي وعدد ولن تحصي حتى محكمة دستورية عليا ثم في معرض الرد على السيد أحمد تهامي قال لك خليفة حفتر يعني هو الآن الذي يقود لأنه هو الذي قاد ثورة الكرامة وحمى برقة من الإرهاب هو السؤال اللي يطرح نفسه عندما حارب الغرب الليبي كاملا يعني أكبر تجمع للإرهاب في أكبر معقل له في شمال أفريقيا في سرد وانتصر عليه ودحره لماذا في ذلك الوقت لم يأتوا بشخص ويقولوا له أنت المشير الذي حررتنا ويلا راه أنت تحتك الغرب كله أنت وولادك ودير فينا اللي تبيه دير فينا ما تبيه لماذا لم يفعلها في الغرب الليبي لماذا سلمتم له أنتم هناك رغم أن حتى واحد من ولادة من خبشش حتى الخبش تمام قم قتلت بأولادكم وقدمت بأولادكم لماذا تنصبونه ثم نجيك تقول لي أيقونة وهل هناك أيقونة عسكرية يعني تم أسره واتفاقية جينيف تتحدث بشكل واضح على منع إعادة من تم أسره في حروب إلى المنظومة العسكرية ثم هل هناك أيقونة عسكرية انقلبت في بلادها في قرنين متتاليين في القرن العشرين وقرن الواحد وعشرين هل هناك أيقونة عسكرية هزمت في قرنين متتاليين في القرن العشرين وفي القرن الواحد وعشرين يعني أي أيقونة عسكرية هذه اللي نراها اليوم تعبت بالمشهد الليبي كله وتفصل القوانين على أساسها يقول لك الجنسية بها يسيد نحول الجنسية غاد دعنا نتحدث في مسألة من صدرت عليه أحكام جنائية هناك حكم جنائي بالإعدام في التسعينات قبل ثورة فبراير وهناك حكم بعد ثورة فبراير عليه شينديروا فيه هدايا هناك أيضا مسألة أنه جنرال عسكري القانون الذي أشار لك محمد له قبل قليل الذي هو قانون العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية يقول بمنع بل ويضع عقوبات عقوبات جنائية على كل من يشترك عسكري يشترك في العمل السياسي يعني كل قوانيننا وكل تشريعاتنا وكل الاستندر العالمي اللي تحدثت لك عليه من قوانين موجودة ومصر في جنبك كله نرموه في سلة المهملات ونقوله الأيقونة خليفة حفتر والله لازم يترشح ولازم يحكم الليبيين بهي لو خسر يعني حتى ترشح وخسر حطها فرضية بترجع شنو قايد عام طبعا ليش؟ لأن عقيلة قالها وهذا أحد التعديلات اللي حتكتشفوه في قوانين ستة زي ستة أن عقيلة قال لك كيف؟ هذا موظف قايد عام موظف يتقدم يترشح للانتخابات وإذا خسر يرجع قايد عام من جديد زي ما دارنا في 2021 يرجع لقايد عام بيش؟ لو وصل شخص آخر رئيس للدولة هذا لو وصل وهذا لن يتحقق يقول لك والله أني قايد عام برغبة الجماهير وأني نسيطر على 80% ويتخضع لي يعني أي دولة تؤسس على هكذا يعني نمط وعلى هكذا يعني تصورات هلامية لا علاقة لها بالواقع المعاش ولا علاقة لها بإحلام الليبيين الذين يتطلعون لدولة مدنية ديمقراطية بعد كل هذه التضحية طيب في أقل من دقيقة لأنك ذكرت السيد أحمد التهامي ونحن وقت نأزف وانتهى فقط حق الرد لك سيد أحمد رجاء على هو بنقول لها فعلا يعني خليفة حفتر جزء مهم من التاريخ الليبي أعجبك الأمر هذا ما أعجبكش فعلا شارك في ثلاث ثورات حتى مش ثورتي ثورة الفاتحة في ستمبر في التسعة وستين وثورة طبراير وفي ثورة الكرام الله ما عنديش حل نديره لكي بحيث نسحب خليفة من الأحداث التاريخية هذه خليفة حفتر مهم في تاريخ ليبيا لأنها جزء من ثلاث أحداث رئيسية في تاريخ ليبيا الأهمية والحضور التاريخي قد يكون سلبي سيد أحمد ليس إيجابي دائما عندما يحبون شي سلبي عندنا إيجابي طيب أشكرك شكرا جزيلا ظالم أنك تحبها وأشكرك دائما على صراحتك ووضوحك سيد أحمد التهامي الكاتب والسياسي شكرا جزيلا لك كنت معنا ضيفا عبر الأقمار الصناعية من داخل بغازي الشكر موصولي ضيفي سيد فايسر الشريف المحلل السياسي الشكر موصولي ضيفي عضو مجلس النواب السيد إبراهيم الدرسي الممثل عن دائرة بغازي إلى هنا وصلنا وإياكم مسايدين الكرام إلى ختام حوارية الليلة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى الجرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر